حياكم الله مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من قلب العاصمة الأثيرة بغداد بغداد وقوم يا ابنة القمر يا حبيبك يا شمسي يا ترحال يا سفر يا هيبة الشعراء والصوري غنتك فيروز اشتهاء ندا فتقطر التاريخ من وتري إن العراقيين عشقوا أرضهم نقشا على الحجري حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بغداد الحبيبة من برنامج بيت للكل هذا البرنامج العربي الذي يعرض من خلال أربع شاشات القناة المصرية والقناة الأردنية والقناة الفلسطينية والقناة العراقية العامة اليوم زملائي في برنامج بيت للكل وصلوا إلى بغداد وصلوا إلى العراق بلدهم الثاني بالبداية في حلقتنا أكمل مفاجآت كثيرة وخاصة حلقتنا اليوم مليئة بالنغم والإحساس والمقام العراق وكثير من الأغاني المهمة خليني بالبداية أتحمد السلامة لزميلتنا شافكي لأن كانت مرت بأزمة صحية معينة نقول الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا أحمد نورتنا ببغداد أيضا مشاهدين خليني أرحب زميلتنا من أردن النشامة الشهد الذي انضمت إلى أسرة وعائلة برنامج بيت للكل ستكمل أيضا مسيرة برنامج بيت للكل وأكيد هناك تفاصيل مهمة فنقول لك مساء الخير ومنورتنا بادرة خير من بغداد المحبة والطيبة والسلام يا أهلا يا شهد يا أهلا خليني أخذ من أحمد الكلام الجميل ده وأمسي عليك يا أحمد وأهالي بغداد وأهالي العراق وأمسي على بيت للكل ومشاهدين اللي وحشوني أنا كمال لكن في البداية الزميلة العزيزة المشرقة شهد أهلا وسهلا بيكي تكملي المسيرة في بيت للكل أهلا وسهلا بيكي وطبعا يا سمينتي اللي يعني ما قدرش تصغل عنها دايما يا أهلا يا سميني الحمد لله على السلام الله يسلمك يا سمينة الله يسلمك رحلتنا للعراق دي الرحلة الرحلة الثانية لبغداد العراق ولكن في كل مرة بتلمس تعمير بتلمس ابتسامات على وجوه بتلمس أمل بتلمس بأنه الطريق إلى الأفضل والأحسن وفي كل مرة بنزور فيها العراق بتحس كده وانت بتضب بالشنطة زي ما بيقولوا أو بتقفل شنطتك في مصر وبتطلع على المطار وبنلتقي جميعا أول ما بنوصل بتحس الملتقاء عربي يعني قالوا أهلا يا أحمد من العراق إحنا وصلنا ياسمين من فلسطين بتطمن عليها وصلنا وأكيد شهد كمان أهلا بيكي من الأردن فريق عمل بيأتي خصيصا لدولنا العربية على هيئة برنامج وعيلة كبيرة كمان أنتم مشاهدين بدولنا الأربعة مشاهدون على الهواء كل شيء بنيجي هنا البرنامج تطمنوا أكتر على العراق تستمتعوا بالعراق تستمتعوا بكل ما فيها من تاريخ حضارة وأيضا يعني غد مشرق وجميل بإذن الله أهلا بيكم جميعا في حلقة جديدة من بغداد العراق الله الله يا شافكي يعني بعد كل هالكلام الجميل من أحمد والكلام الجميل منك اللي ممكن نحكي فيه شعر عن بغداد اللي أسرتنا بجمالها بمحبتها بغداد التي أصبحت ترنيمة العشاق التي نتغنى بها بغداد موطن الحب المقيم فيها في سطر العروبة في تاريخنا العربي بغداد الجميلة وما أجمل الكلام فيها وعنها وعليها حين قال نزار قباني بغداد جئتك متعبا كسفينة فجراحي كلها وددت أن تضمضيها بما معنى بغداد تلخص الحسن فيك وفي وجنتيك بغداد يا بلد الجمال وموطن الأدب والثقافة وكل شيء جميل يا أحمد أبدأت أبدأت حبيبتي وأهلا وسهلا بكم أكيد جميعا وشكرا على هذا الترحيب شكرا شافكي وأهلا فيك أحمد وأهلا يسمين وأهلا أكيد بجميع فريق العمل بهذه الحلقة من بيت للكل أتشرف حقيقة بالانضمام إلى هذا البيت العربي الأصيل بيت للكل الذي يجمع العرب لأول مرة في إنتاج عربي مشترك جئت من الأردن جئت من وطن الأحرار جئت إلى بغداد بغداد يا بغداد بغداد والشعراء والصور فعيناك يا بغداد أغنية يغنى الوجود بها ويختصر حقيقة أصالت وتاريخ وحضارة هذا البلد العظيم لمسته ورأيته في كل التفاصيل في هذه الزيارة الأولى وبلا شك لم تكن الأخيرة فأهلا بكم جميعا في بيت للكل شكرا لك يا شهد طبعا بعد هذا الكلام الجميل اللي بدأ من شافكي وياسمين حقيقة احنا ما حبتنا واحدة مصر هذه العظيمة بالحضارة الكبيرة اللي حققت الانجازات على كل الأصال وأيضا أردن اللي داما نقول هذه البنية نشمية وهذا الرجل النشمي الأردن وهذه الملوحة بالكلام فهذا بلد كوم بغداد وأيضا فلسطين سفيرة فلسطين اللي هي ياسمين حقيقة هذا البلد اللي عانى ما عانى لسنوات طوال بسبب الاحتلال ونتمنى حقيقة بأن يكون غد مشرق لفلسطين هذه المدينة الثرية بكثير من المعالم الحضارية بالإضافة إلى فنها وثقافتها وأدبها كل هذه البلدان هي بلدان واحدة وأنتم ضيوف بغداد هي بغدادكم والعراق هو عراقكم وكلماتكم النابعة من القلب لامست شغاف قلوبنا حقيقة فأهلا وسهلا بكم في بغداد أريد أتحدث عن هذا المكان اللي احنا اليوم نسوي به الحلقة القاصة هذه المحطة العالمية للقطار هذه المحطة عام 48 وضع حجر الأساس هذا الطراز المعماري اللي نشاهده في الباكراوند هو حقيقة على الطراز الإنجليزي وجود هذه الساعتين اللي فوق هي بالعربي موجود مكتوب عليها وبالإنجليزي أيضا هذه هي ساعات والبناء كل المعماري إلى شبيهين شبيه في الهند وأيضا موجود في لندن نفس هذا الطراز المعماري اللي موجود حتى يعني صوت الساعة اللي موجود هنا هو شبيه لساعة بيكبن في لندن فهذا المكان هو يعتبر المحطة الأساسية في جانب الكرخ من بغداد اللي تنطلق من عند القطارات ياما وياما شعراء العراق كتبوا عن القطار وعن الانتظار وعن الترقب دائما لحظات السفر والوداع بيها كثير من الأحاسيس اللي تحمل داخل هدفه وشجن الوداع بالإضافة إلى بعض الدموع الممزوجة بوداع الأحبة فهذا هو المكان الحقيقي لكل قطارات بغداد أكيد خلينا على فكرة المكان موحي وجميل وجماله في التاريخ عندما كتب التاريخ عن هذه المحطة الجميلة العطيقة اللي صممت وخلينا نقول للناس زي ما قلت أنت يا أحمد أنه هذه الساعات والشبيهة بساعة بيكبن الشهيرة ولكن هذه الساعة تاريخيا تعطلت لفترة ولكن تم إعادتها مرة أخرى وتم العمل بيها مرة أخرى وهي الآن تدق للوقت وتدق أيضا للمستقبل وأنت في بغداد أحيانا كمان ليست فقط الموسيقى أنت ترى التاريخ طول الطريق من أبنية من عمارة من لوحات من جدريات من جمال طول الوقت والتاريخ في بغداد يحكي عن مشوار طويل لحضارة كلنا تربينا عليها كم قرأنا عن الدولة العباسية كم قرأنا عن تاريخ بغداد وبابل وكم عيشنا في القصص وكم قرأنا للشعراء وكم تغنى الشعراء عن القصائق يقول الفيلسوفي اسمعوا بقى الحجب دي يقول الفيلسوفي اليوناني أفلاطون إذا أردت أن تعرف دولة وتعرف تاريخها فعليك بموسيقها ونحن اليوم هنعيش في هذه الموسيقى تنوع غناء في العراق الموسيقى متنوعة بين الجغرافيا والتاريخ متنوعة بين المقامات ومتنوعة بين الآلات في العراق تغني وتكتب قصائد واليوم هو يوم الموسيقى والغناء أكيد يا شافك يعني بغدادو جئتك كالسفينتي متعبا أخفي جراحي وراء ثيابي بغدادو رأيت الحسن بكل ألوانه لكن حسنك لم يكن بحسابي هذا المكان وهذا التجلي الجميل للأغنية واللحن والإيقاع وضبط دقات الساعة مع نبضات القلوب ومع اللحن والإيقاع والموسيقى الذي سنشهده في هذه الحلقة لن يكون أجمل من صورة نراها فقط في بغداد هي بغداد المحبة بغداد الكرم وبغداد التنوع الثقافي وتناقض في كل شيء في الجمال في المناخ في الموسيقى في المكان الذي حوى كل هذه المعالم وكل هذه الحضارات لتتجلى اليوم ولنسمعها من خلال الألحان التي سترافقنا بغداد التي حملت كل هذه التنقضات بجمالها بمكانها بسهولها بجبالها وكل شيء جميل احتوته لتعكسه على الموسيقى هي عدة منابع صبت في جمال منبع واحد هذه هي بغداد التي اختصرت كل شيء جميل وكل شيء مبدع وكل لحن ساحر تجمعنا اليوم على أرضها وفي هذا الفضاء الجميل الذي ارتبط بها أيضا نعم ياسمين واليوم في هذه الحلقة يسعدنا بكل تأكيد أن الفرقة الوطنية للتراث والموسيقى العراقية تكون حاضرة معنا بحييكم فردا فردا على جهودكم أكيد ورح تكون طيلة هذه الحلقة معنا لتقدموا وصلات غنائية وموسيقية رائعة وكنا نعرف بأن الموسيقى العراقية تتميز ببراعة التنقل بين المقامات واليوم سنستمتع مع بعض ونعيش أجواء ولا أجمل مع هذه الفرقة الرائعة ترجمة نانسي قنقر